من الصين ستصل أولى دفعات لقاح كوفيد-19 العراق المتأخر في الحصول على الجرعات يستعد لحملة غير مسبوقة اعتباراً من آذار المقبل على أن تصل بقية الدفعات في وقت لاحق لكن خطة العراق وبحسب مصادر رسمية تواجه تحديات مبكرة قد تعيق إنسيابية الحملة ونزاهتها مسؤولون عراقيون منزعجون من احتكار عشر دول كبرى للقاحات إذ يكشف مدير صحة الرصافة عبدالغني الساعدي أن توزيع اللقاح يفتقد إلى العدالة والمساواة مع وجود 130 دولة لم تصلها اللقاحات حتى الآن بالتزام يكشف تقرير لموقع عراق أوير ريبورت أن غياب الأتمتة والفساد قد يغير مسار اللقاح نحو السوق السوداء وتحوم الشكوك حول توزيع الجرعات موقع عراق أوير ريبورت ونقلاً عن أطباء عراقيين شكك بجهود الحكومة في السيطرة على التوزيع لغياب نظام راسق للحوكمة التقرير يقول إن العراق لا يملك آلية مركزية للتطعيم ما قد يجعل اللقاح في متناول التجار في الأسواق المحلية من دون ضوابط للعراق ثلاثة مصادر من اللقاحات من المفترض أن تغطي ثمانية ملايين عراقي على دفعتين عقار فيزر تم تمويله بمائة مليون دولار اقترضتها الحكومة من البنك الدولي أما لقاح أسترزينيكا فقد اشترته وزارة الصحة من ميزانيتها فيما يأتي سينوفار مصيدي أقل عدداً وكلفة من بين اللقاحات الثلاثة غياب النظام المركزي للتوزيع يهدد بتحدي من مستوى آخر بين السلطات في بغداد وأربيل ورغم أن الخطة التقضي بأن تشتري بغداد حصة إقليم كردستان من اللقاحات لتوزع حسب النسب السكانية فإن مسؤول صحي كردي أبلغ موقع عراق أوير ريبورت أن حكومة الإقليم تجري محادثات مستقلة لشراء اللقاحات لأنها لا تثق بوعود بغداد في التوزيع العادلي للقاح ترجمة نانسي قنقر